كابتن مصطفى يومس اهلا بحضرتك مرة تاني التقرير رجعك لتفاصيل كتير بتتأثروا بالحاجات دي كابتن مصطفى ما تشوف تفتكر بداياتك وتشوف صورة مستم محمد النادي الاهلي مش نادي العبنة فيه النادي الاهلي عشق النادي الاهلي جوانة النادي الاهلي بالنسبة لنا هو حياتنا زي ما بتقول الاب والام والاخ والاخت النادي الاهلي كتن بالنسبة لنا يعني جزء من العيلة او عيلة حقيقية لكل واحد هو هو اساس العيلة يعني لما يبقى النادي الاهلي هو سبب اسعاد اهلك انت متخيل لما يبقى النادي الاهلي هو اللي عملك بني ادم هو اللي خلاك وانا قاعد قدامك دلوقتي نجم ومشهور ومشي في الشارع والناس عارفة مصطفى يونس لانا بقوله مصطفى يونس والخطيب بقوله بتوع النادي الاهلي فده احنا اسمنا مرتبط بالنادي الاهلي ربنا سبحانه وتعالى اجعله سبب لكل النجاحات بالزبط يعني يعني مهما قلته مش مش هادل اعبر لك ايه اللي بيخلي دايما الانتماء للنادي الاهلي مختلف في الشكل ده كابتن مصطفى حضرتك اشارت لده كابتن الخطيب جيلكو والاجيال الاكبر والاجيال الاصغر كل من حقق نجاح وظل لفترة مع هذا الكيان اللي استمر معاه واللي كانت فترة وانتهت بس حقق فيها نجاحات وكان محب حقيقي للنادي الاهلي بيقول كده انه بيصبح جزء من كان الشخص ليه احنا عيشنا اكتر مش عيشنا مع اهلنا عيشنا في النادي الاهلي احنا كلنا بنفتحه بنقفله روح نفتر ونتغدى ونتعشى ونروح ننام ونتمرن نتمرن نطلع نقعد في الجنينة كلنا كلنا وبعدين نروح ننام وبعدين نيجي الصبح وبعدين كنا بننزل قبل التمارين بساعة نهزر ونلعب اتنين في النص ومش عايزة اقول لك هيدكوتي قال اللي حيزة هيزفع خمسين جنيه غرام عملنا ايه القوضة بتاعتنا كت كبيرة اللي بتاع الفير الاول عملنا الدكة في النص بقى نلعب عليها فولي فرق قبل التمارين بساعة وبعدين شلوا الدكة فبقى الكورنر بتاع الدولة اللي بمقفولة مع بعض بقى ان نعمل ننشن على الكورة ننشن الكورة زي الباسكت تنزل في المكان الفاضي بالضبط بالضبط يعني انت بتتكلم في عشق علاوة بقى على كده ايه بقى الناس اللي ربونا الناس اللي علمونا يعني ايه النادي الناس اللي علمتنا واحنا شوفناهم بعينينا صالح السلم ده ربنا فوق النادي الاهلي تحت يقولك النادي الاهلي الاول والتاني والتالي بعد كده اي حاجة تيجي تاني فكابت المصوفيحسين كابت المصطفى حسين لم ياخدني وانا عندي ستاشر سنة محمد. مصطفى ما تمشيش. مم. مم. وانا عندي ستاشر سنة. وياخدني في العيد ليلة العيد يجيب لي بدلة. مم. ويجيب لي جزمة. كابت المصطفى. مصطفى حسين. كابت المصطفى حسين رحمه. كابت الله يرحمه. مم. من من المحل الاهرام اللي في آآ لفوسط البلد. مم. وفضت انا مش عرف رايح فين. مم. فلما ويديني عشرة جنيه. لما يدوني كل شهر خمسة جنيه. وواحد اسكالوب. لما لما في المناسبات والأعياد والبتاع دوت. يعمل لي كلنا عايزه. مايبقاش عشق. مايبقاش حب. مايبقاش هو كل حاجة في حياتنا. ايه 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 اول جمل فاكرة. انا عايز اقول لك حاجة من بدايتك. اه. من الاجيال اللي تعلمت منها مع دخولك النادي الاهلي. ايه العبارات اللي عمرك ما هتنساها. الاهلي. ثم الاهلي ثم الاهلي. الولاء وللانتماء للمكان. بعدين خلي بالك. دي ثقافة دي تربية. انا انا من شبرى اصلا. فولاءك. للاول قبل ما بقى من شبرى. ابويا وامي واخواتي وعيلتي. ففي. في ربط. في انتماء ولاء للأسرة. وبعدين للمنطقة لما كبرت بقيت لعب كرة شراب. انا للمنطقة. بقيت نجم فيها. بقيت نجم. لا ده مش نجم وبس. احكي لك قصة دلوقتي لما انكلم في القصة. هنسمع طبعا كل. اه. اه. الناس اللي ربوني جوه شبرى. الناس اللي احتضنوني على رسول الله حاجة احمد السنية اللي ارحمه. وبعد كده روحتي بقى للكيان اللي كان حلمي. انا عندي ورقة في البيت. ام. وكتب فيها كده امنيات وانا عشرة. فمش هيب عمر. مش هيبدي انا عشر قوض يعني. فدي كانت من امنياتي ان انا العب في النادي الاهلي. ام. فالنادي الاهلي بالنسبة لنا هو الحياة. كابتن اه صالح على ارحمه. سيادة الفرق المرتجي هذا الرجل الفاضل. ام. كابتن عبد صالح الوحش المدرسة اللي اتعلم عليها. النهاردة كان معنا واحد. من اعظم من. ام. اتربين على قديهم. ام. كابتن عزة تبروس. من النجوم المكرمين. اه طبعا من المكرمين. كابتن عزة تبروس ده. احنا كلنا قمنا في افنالو. ام. يعني كابتن طه اسمعين ده استاذنا كبير طبعا. ما لحقناهوش. ام. هو انا لحقته بيجي يتمرن ويمشي لما ابتدت تبانية وستين تسعة وستين. اه كابتن مارون كان فاني انا اتمرنت معاه. اتمرنت معاه. ولعبت معاه. فالكابتن عزة تشتغل معنا مدير كورة. فيعني. اقولتلي كمان قبل ما ما نبدأ الحوار على الهواء كابتن مصطفى انك الوحيد من من جيلك اللحة يلعب مع كابتن مارون كان فاني. اه طبعا. كابتن مارون كان فاني. لا. وفيصل بيبي كانك انباك ليفت اسم وفيصل. ومحمود عبدالحي. وصلاح وشريف ماتكور كان لسه طلعين. وكابتنك كبير. ربنا نديره صحة كابتن امرو سلامة. والله ارحمة محمد ماهر. وكابتن هنا مصطفى ربنا اش فيه. انا. وعبدالعزيز. عبدالعزيز كان لسه صغير بقى. كانت جيلي قبل عبدالعزيز وصفط. الاتنين دول. وسامير حسن وحسن بدراول. لان بدأ في سن مبكر كابتن زيزو. ده كاترة اجبار دلوقتي زيزو 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 لعب منتخب مصر لما يتجاوز ستاشر سنة. زيزو لعب منتخب مصر لما يتجاوز ستاشر سنة. فالجيل ده يعني مش تحيز اعظم جيل جه في تاريخ مصر هو الجيل السبعينيات. مش الجيل السبعينيات احنا بس.